بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارد 15 فاكتورد مومنت ان كولم استريب بنتكلم ازاي بنحسب المومنت في الكولم استريب فاحنا اول حاجة فيه 2 فاكتورز عايزين نعرفهم اللي هما الالفا والبيتر الفا اللي هي الراشيو افليكشور ستيفنس اف بين تو ستيفنس اف سلاب ان ديريكشن الواح يعني النسبة بتاعت الاستيفنس بتاعت الكامرات مقسومة على الاستيفنس بتاعت الاسلاب بيتر الراشيو اف طورشنال استيفنس طورشنال استيفنس اف اتج بيم تو الفلكشور استيفنس اف اسلاب طب تعالوا نشوف التابل اللي عندنا دوت ازاي بنستفيد بي عشان نحسب النسب فبنقول ان الكولم استريب فانا عندي كام كيس لو عندي اللي تو على اللي وان النسبة دي ممكن تبقى نص او واحد او اتنين طب افرد انا عندي نسبة مش موجودة هنا في الجدول فبنعمل ما يسمى بالانتربوليشن في حالة الفة واحد ال اتنين على ال واحد بتساوي سيرو يبقى بنتكلم على خمسة وسبعين خمسة وسبعين خمسة وسبعين دي النسب لو النسبة اللي هي الفة واحد في ال تو على ال وان اكبر من او يساوي وان يبقى النسب اللي بنتكلم عليها في كل كيس هنا تسعين خمسة وسبعين خمسة واربعين وزي ما بنقول ان احنا محتاجين نعمل انتربوليشن افرد النسبة دي كتاعمل دي خمسة وسبعين من مية مش موجودة في الجدول فبنعمل ما يسمى بالانتربوليشن البرسنتيج بتاعة المومنت في التو وي انتيريور سلاب انتيريور سلاب وزاوة بيمس يعني في حالة الالفة بتساوي كام زيرو الاستاتيك المومنت في الحالة دي اللي هو الام زيرو هو عبارة عن دابليو في ال اتنين في ال ان اللي هو الكلير سبان سكوير على تماني طب لو عايز احسب النيجاتيف مومنت او البوزتيف مومنت عايز تحسبه فين عايز احسب اللونجو تيريور المومنت ان وان بانيل يبقى هنا النيجاتيف خمسة وستين من مية والبوزتيف خمسة وثلاثين من مية مضروب طبعا في الام زيرو في الكولم استراب يبقى عندي الكلام دوت تسعة واربعين من مية في الميدل ستريب ستاشر من مية طب البوزتيف مومنت هنا واحد وعشرين من مية وفي الحكيس بتاعة الميدل ستريب اربعتاشر من مية ام زيرو الستاتيكال مومنت البرسنتج بتاعة اللونجو تيودين المومنت بتكلم هنا على الكيستيريور بانيل كيستيريور بانيل طبعا عندنا النسب اللي حنشتغل عليها اللي هي الاسبكت ريشو اللي هي الاتنين على الواحد ممكن تبقى نص او واحد او اتنين او اي قيمة in between وفي الحالة دي انت محتاج تعمل طب النيجاتف مومنت عند الاكستيريور سابورت ازاي بتحسب بنقول لو انا النسبة دي بتساوي زيرو يبقى انا شغال على مية لو انا شغال على ال تو على ال وان بتساوي نص مثلا لو النسبة دي بتساوي واحد يبقى برضو مية لو النسبة دي بتساوي اتنين بتساوي مية وهكذا لو انا بحسب البوزد في مومنت في النص عندي تو كيس اللحظ ان احنا في كل حالة عندنا كام كيس تو كيس نسبة الالفة في ال تو على ال وان لاما تساوي زيرو او اكبر من او يساوي واحد النسبتين دول بيتكرروا معنا والبيتا عندي لاما تبقى زيرو او اكبر من او يساوي اتنين ونص يبقى انا باستخدام مجموعة الفاكتورز او المعاملات ممكن تحسب اللينجوتيودونال مومنت البرسنتيج بتاعت اللينجوتيودونال مومنت ان كالم والميدل ستريب في الكستيريور بانل في حالة الالفة بتساوي البيتا بتساوي زيرو برضو نفس التابل دوت شبيه بالتابل اللي اشتغلنا عليه انت بتحدد انت عايش ايه الكالم ستريب ولا الميدل ستريب طب انت عايز تحسب النجوتيف مومنت عند الاستيريور سببورت ولا البوزتيف مومنت او النجوتيف مومنت اد انتيريور سببورت هنا فيك استيريور وانا في ايه انتيريور حسب الحالة اللي انت شغال عليها بتدخل وتحسب وتشوف انا شغال عايز المومنت بتاعي والقيمة بتاعتي حتساوي كام يعني مثلا في الميدل ستريب لو انا عايز احسب البوزتيف مومنت يبقى اثنين من عشرة ام زيرو ايه هي ام زيرو اللي هي الاستاديكال مومنت دي المعاملات اللي هي الالفة والبيتا وده التابل اللي هو بتاع الكولم ستريب التلات حالات اللي بنشتغل عليهم دول موجودين في التابل انكرر تاني هل لازم يبقى هم التلات حالات دول لا لا ممكن يبقى فيه اي ارقام عندي وبنقدر نعمل لها الانتر بوليشن وانطلع النسبة اللي احنا محتاجنا طيب ده شكل التسليح في بلاطة افلات اسلاب وزاوة دروب بانيل وزاوة دروب بانيل يعني ما عنديش دروب بانيل حوالين الكولم زي ما اللاحز هنا دي تعتبر الكولم ستريب ودي هنا الفيلد ستريب العرض بتاع الكولم ستريب هو عبارة عن L2 على 2 الفيلد ستريب هو برضو L2 على 2 بس ما تروح من L1 بلاقي ده المومنت البوستيف في حالة الكولم ستريب ده المومنت النجاتيف اللي موجودة عند الساب بورد بيحصل له كستنشن جوه البحر 3 من 10 لكليل سبان من الجاعتين ده المومنت الخارجي محتاج له حديد علوي الحديد ده وطول السيخ عندي 3 من 10 الـ 0 هنا نفس الرصة هي هي في الفيلد ستريب ولكن الأرقام بس بتاعة الامتداد بتاع الحديد تتغير يعني على سبيل المثال الحديد النجاتيف العمل الساب بورد هنا بيمتد جوه 3 من 10 هنا بيمتد كام 22 من 100 الأكستيرنر ساب بورد طول السيخ هنا كان 3 من 10 هنا 22 من 100 طب لو أنا عندي السقف السقف ده في drop panel في drop panel يعني حوالين الكولم عندي drop panel نفس القواعد قلناها ولكن هنا بيزيد عندي التسليح بتاع drop panel فأنا عندي الحديد الرئيسي اهو الـ area steel بنسلح جوه بناخد نص الـ area steel نص الـ area steel طبعا ده المينيمم الحديد اللي هو عند في نص الحديد بيبقى مستمر والنص التاني بنعمله cut off والمسافات هي هي اللي اتكلمنا عليها في الحالة اللي مفاهاش drop panel without drop panel اشتركوا في القناة